الجزائر مع شرعية الدولية في ليبيا أي مع الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميدة بيبا حكومة شرعية في البلاد يؤكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما يعني أن تعين مجلس النواب الليبي حكومة موازية بقيادة فتح بشاغا خطوة تخالف الموقف الجزائري بالأساس الذي يظل متمسكا بالانتخابات حلا وحيدا للأزمة في وقت تفضل دول أخرى مصارات بديلة الموقف تلك الجزائر هذه الأيام يكاد يكون مخالف لبعض الموقف نحن كنا قام بشيء في موقف واحد ولكن تعينت حكومة أخرى حكومة اللي عندها الشرعية الدولية هي انتعاد السيد بيبا الحكومة الأخرى تقرت من طرف مجلس وطني عندهم وفيما يدفع دبيبا بطلب استضافة الجزائري مؤتمرا دوليا حول ليبيا لا يبدو ذلك مفصولا فيه بحسب الرئيس الجزائري فمحطة كهذه تستوجب وضعها في ميزان التدقيق والتمحيص خاصة إذا كانت تمس بوحدة المواقف العربية أشياء الليبيين طالبين مننا باش ننظم مؤتمر دولي واللي زائر رفضت؟ ما رفضنا مقبلنا أنا ندرسه في الأوضاع كيهل باش الجزائر تدخل في مؤتمر وتفشل هذه ما نديروش أنا نشوفه نوزنه لكن نشوف باللي فيه مؤشرات عن نجاح نديروها لا فيه مؤشرات عن تفريقا الدول العربية والدول ما نديرو نحن نشجعش اللي يفرق الدول العربية ما ندخلش فيه لا تتوقف الجزائر عن تقديم الدعم اللازم لشقيقتها ليبيا منذ بداية أزمتها فلم تكن جهودها دعمة لمبادرات الانتقال السياسي هناك فحسب بل ظلت مواقفها ثابتة على ضرورة أن يتولى الليبيون مصيرهم بعيدا عن أي ضغط وتدخل أجنبي